تواصل الحكومة جهودها في دعم القطاع التصدري تنفيذا للتوجهات الرئاسية حيث تم صرف 33 مليار جنيه مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصدرات واستفادت من ذلك أكثر من 2500 شركة منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن وسيتم صرف الدفعة الأخيرة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري في 28 من أبريل الجاري وتهدف الدولة لتحفيز المصدرين لتعظيم أنشطتهم بما يسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار